بسم الله الرحمن الرحيم. تقولي الموقع هذا. الموقع هذا يسمى مركض الخيل. مركض الخيل. مركض الخيل. ايوا. لان الاتراك لما طلعوا مع عقبة شاقين في احدى الحملات. ايه. وقفوا هنا وكانت تركض الخيل في هذا الموقع. وكان الموقع اطول من كده ولكن المعدات عند فتح العقبة وكذا هدمت بعضها وكذا لا يزال بقايا الجدار وكان مستوي وكان جدار اعلى من كده بقيت اثار بقايا كما ترى. ايوا. وان كان كان اطول من كده وكان ارفع من كده يعني مستوي وكانت تركض في الخيل. يعني كان زي ما تقول مكان تمرين. مكان تمرين للخيل بعد ان طلعت من نص العقبة. ايه. بقي عليها نصف. ايوا. فهي بحاجة الى راحة في ريحونها وفي نفس الوقت يمرنونها بحيث انها كمان العضلات هاته. ايوا. وكان اخر اخر يعني صعود للجيوش للدور العثمانية هنا كان الشريف حسين. تقريبا حسين. عام ١٣٨٨ ٢٨٨ تقريبا تقريبا كذا ايوا. وثقها للشريف البركاتي. ايوا في الرحلة حجازية. الرحلة اليمنية. ايه. كان طالع من الظاهر. كان طالع من الفك الحصار عن ابها. ايوا. لما حصل ادريسي ابها. الله الله. الحمد للآن. الحمد للآن. الحمد للآن. الآن في نعمة في امن. استقرار. لله الحمد. الناس في نعمة الآن لا حدودة لها. لا شك. لا شك. بصدق قولي تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوا. لا شك. اللهم الله الحمد. ايوا. أما الارض كما ترى الارض. فعلا مطر مجدبة. ولكن ربها كريم